كابتطري ببساطة إيه المطلوب من أولاد نادي الزمالك اللي بيحبوا نادي الزمالك بقى من القلب الفترة اللي جاية يعني لو لك نصيحة أنك تنصحهم بيها تنصح نفسك وتنصحهم أن ده اللي يحصل الفترة اللي جاية الفترة الصعبة دي في نادي الزمالك نقف مع بعض يعني نقف مع بعض نقف مع النادي نقف مع النادي ونحاول نحل مشاكل النادي مع الناس اللي هتيجي أو الناس اللي موجودة حتى دلوقتي يعني نحل معهم دلوقتي ونحل مع الناس اللي جاي فاهمني فأتمنى الهدوء يعود لنادي الزمالي يبقى فيه هدوء طالما فيه مجلس منتخب طالما المجلس اللي فده لما كان منتخب كانت الدنيا هادية وكنا بنكسب ونجيب بطولات وزيل الفل والدنيا ماشى حلو لما بقى جات الفلوس مش عارف ايه ويقفته ومش عارف ايه والدنيا راحت ايه رايح في حتة تانية وحشة برغم ان المجلس مثلا اللي فده كان له انجازات قبل كده فاهمني لكن النهاردة خلاص قدام اذا المجلس اللي جيه ايا يكون بقى مين اللي جيه انا بتكلم في العموم مش بتكلم دلوقتي لحد معين المجلس اللي هيجي لازم نسنده زي ما سندنا المجلس اللي فات والناس اتهمتنا ان احنا بنطبل ونزمره بتاع طب احنا المجلس اللي جيه ده لازم هنسنده ايا يكون بقى الاسم يمين انا مش عارف اهو مش عارف مين هينجح لكن لازم تسنده ده مجلس ازارة نادي الزمالك ما ينفعش احنا نهاجم مجلس ازارة نادي الزمالك اه اه علشان امر شخصي اه فاتمنى هل تساند في الصحة والغلط ولا تساند في الصحة فقط لا في الصحة طبعا في الصحة فقط اه طبعا وهل أبناء نادي الزمالك في فترات مضايقة تساند في الصحة فقط ولا تساند في الصحة والغلط ما قدرش أقولك بنسبة كبيرة كان في الصحة لكن في حاجات كانت ملموسة كريم ما قدرش ما أقولهاش في حاجات كانت ملموسة كويسة ما قدرش ما أقولهاش وفي حاجات ما ينفعش أنا شغال في قناة فقوية ما ينفعش يتقال في قناة النادي فاهمني؟ لأن أنا في قناة فقوية أنا لو في قناة عامة فاهم؟ وعارف حاجة هقولها انت مثلا هنا ممكن تقول انت عايزه في حدود المتاح ليك بدون التعدي او الخوض في اي شئ طبعا بدون اي تجاوز بدون اي تجاوز وراف عليك لكن انا في قنافة قوية يعني لو انا حطل عقول الغلط في قنافة قوية الناس برضو لازم تفهم دي